اعلنت ادارة مشروع قطار الحرامين السريع اليوم عن السناف الرحلات يوم الاربع المقبل بعد جاهزيته للتشغيل والنجاح في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة واشار مدير عام قطار الحرامين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريال الحربي الى ان القطار سيعاود نشاطه ما بين محطات المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية برابغ ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة مؤكدا جاهزيته للتشغيل بعد اتمام جميع الاختبارات من خلال الرحلات التجريبية والتحقق من معايير ضمان التشغيل الامن على ان تستأنف رحلات القطار الى مكة المكرمة في الاسبوع الذي يليه واضاف القول ان محطة قطار المطار تستطيع تسير رحلة كل عشر دقائق في اوقات الضروة وتديرها كوادر سعودية مؤهلة وفق احدث معايير الامن والسلامة العالمية